اكد صاحب السمو الملكين امير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دور القيادات التنفيذية في متابعة وتنفيذ مبادرات تطوير الاداء الحكومي بما يحقق اهداف الخضط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة من اجل مواصلة التميز وصولا الاهداف التنموية المنشودة التي تعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وراءه جاء ذلك لدى لقاء سموي حفظه الله بقصر الكذابية اليوم بحضور مع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء عددا من وكلاء الوزرات والرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعدد من الهيئات الحكومية والمعينين مؤخرا حيث هنأهم سموه بالثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم خدمة للوطن والمواطن منويا سموه بالجهود الوطنية التي يقدمها المسؤولون من خلال مواقعهم المختلفة والتي أثمرت عن تطوير العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين مؤكدا على أهمية مضاعفة العمل بروح فريق البحرين الواحد من أجل مواصلة رفض مساعد تطوير بروح يملأها التحدي والإصرار في كل قطاع لتحقيق التطلعات المنشودة وقال سموه إن الإنجازات الوطنية التي تخطها عزيمة أبناء البحرين المخلصين هي الأساس للتميز على مختلف الأصعدة مؤكدا سموه الحرص على مواصلة خلق مزيد من فرص التطور أمام الكفاءات الوطنية بما يعزز من إسهامهم الفاعل في مسيرة العمل الوطني لدعم خطط وبرامج التطوير وقد أعرب المسؤولون المعينون عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على اهتمام سموه بالكوادر الوطنية وحرصه الدائم على تطوير أداء الجهاز الحكومي مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل من أجل تحقيق التطوير المنشود بما ينعكس على نماء وازدهار الوطني والمواطن